أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر ورقمي مليح في العالم أمس الجمعة في دار البيضاء أن المغرب سينتج اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل خمسة ملايين كمامة من أجل حماية صحة المواطنين وتجنب الإصابة بعضوى جائحة فيروس كورونا المستجد وأكد الوزير خلال زيارته لوحدة صناعية متخصصة في المنسوجات التقنية أكد أن هذه الكمامات عالية الجودة ستكون متوفرة بكثرة في الأسواق لتلبية الطلب الوطني وأفد الوزير بأن هذه الوحدة الصناعية التي كانت تنتج في بداية نشاطها أكياسا من الأقمشة غير المنسوجة القائمة على خبيبات في إطار مكافحة الأكياس البلاستيكية قد شرعت في إنتاج ستمائة ألف كمامة في اليوم قبل أن تصل تدريجيا إلى مليوني كمامة حاليا ويتوقع أن تصل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل إلى قدرة إنتاجية يومية تبلغ ثلاثة ملايين كمامة شكرا